بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنحاول في الفيديو ده نشوف ازاي نعمل function بالمتلاب ونعمل لها او نحاولها الprotected function بحيث ما حدش يقدر يطلع على الكود بتاعها يعني افرضنا ان انا عايز اعمل ملفات والملفات دي خاصة بي ومحتاج اللي انا اديها لحد يشتغل عليها بس ما يقدرش يطلع على الكود بتاعها تمام يعني هيقدر يدخل لها data وياخد منها اوبود بس مش هيقدر يشوف الكود ففي الوقت ده بنعمل حاجة بنسميها protected file يعني بدلا ما هيبقى امتداد الملف بتاعي بتاعي المتلاب هيبقى الامتداد بتاعي تمام الملف الدوت بي ده محدش هيقدر يفتحه انت تقدر تستخدمه بس كفنكشن هتدخل له امبوت وهتاخد منه اوبود تمام طيب ازاي نعمل القصة دي في المتلاب حاول اول اعمل function تمام هاجي هنا اعمل new نعمل new function هحاول اعمل دلة بسيطة وليكن مسلا هسميها مثلا sum subtract اخلي الدلة دي بتجمع وضات راح مسلا تمام وهنا هدخل له القيم اللي هي الامبوت بتاعتي او الامبوت argument وليكن x و y مسلا تمام والخرج بتاعي هنا مسلا هسميه a و b تمام او ممكن نخليه sum و subtract sum و s u b تمام والfunction دي الهدف منها اللي هي تجمع ال x وال y او تطرح فهقول له sum دي بتساوي x زائد y وهقول له subtract اللي هي sub d بتساوي تمام x ناقص وال تمام طبعا الاسامي اللي انا مسميها دي اسامي نقدر نقول هي اسامي غير حقيقية تمام يعني انا وقتا ما اجي استخدم الدلة انا يهمن للدلة اسمها sum subtract ودخل لها متغيرين وهيطلع منها متغيرين تمام الكلام ده المتغيرين هطلعوا منها كاوبوت هيبقى ده عبارة عن المجموع وبارة عن ايه طرح القيمتين من بعض تمام طيب ده الفنكشن اللي انا عملتها طبعا الفنكشن دي هتتسايف في نفس الاسم بتاعي اللي هو sum subtract تمام وهتبقى هنعمل save تمام قال لي هسمها لك بالاسم ده وتمام وفي نفس المسارة اللي انت شغال فيه document ismatlab وكده تمام هقول له save خلاص كده الفنكشن اضافت عندنا هلاقي الفنكشن موجودة هي sum subtract dot m طيب انا عايز ابدأ استخدمها رح فتح قوس كده وليكن كتبت له ايه وبي تمام قلت له الكلام ده بيساوي sum subtract هكتب اسم الدلة زي ما انا كتبها هو subtract وروح تمدخل له قومة ايه وليكن مسلا 40 و50 تمام وروح تدائس انتر تمام كده قيمة الايه عبارة عن مجموعهم 40 زياد 50 طلع عبدال 90 والبي طرح الاتنين ومبعض طلع الناتج بسلب 10 فازن كده الدلة بتاعتي او الفنكشن شغالها مصبوط اللي انا عايز اعمله دلوقتي بقى انا دلوقتي لو طبعا اتفتحت الملفة دوت ام ده هقدر اشوف الكود بتاعي اللي انا كنت اكدبه انا عايز الناس تستخدم الدلة من غير ما تقدر تطلع على الكود تمام الكلام ده طبعا غالب نسخ المتلاب الجديدة بقت الملفات اللي فيها دوت بي النسخ القديمة كان لسه فيها الملفات دوت ام ففي الغالب انا برضو ما باعوز اتطلع على الاكواد في المتلاب بقى خلي باحتفظ بالنسخ القديمة عشان الموضوع تعالي طيب انا كده الكود بالنسبة لنا شايفه عشان ملفة دوت ام تمام طيب انا عايز احفظه بشكل بقى محدش يقدر اتطلع عليه يقدر يستخدم الفنكشن لكن ماقدرش يشوف الكود بتاعي هنعمل القصة دي ازاي اول حاجة انا عايز اعرف فين المصار اللي موجود فيه الملف بتاعي بتاع الفنكشن ده تمام المصار اهو موجود عندنا ده الباص اللي كان موجود عندنا اهو تمام عشان اخليه خزين المصار ده في متغير تمام باستخدم ده اللي اسمها full file تمام هكتب له ايه هكتب له مثلا fun مثلا بتساوي full file تمام وروح تكتب له المصار اللي كان موجود عندي دوت تمام وهنعمل single quotation في الاول طبعا الهدف من الدلة دي اللي هتجيب للمصار كامل بتاع الفنكشن اللي انا عايزها او مجموعة الفنكشنز اللي انا عايزه تمام يعني ممكن نفس الكلام ده ما كونش بدور على دلة واحدة الا انا بدور على مجموعة دوائل المشتركين في بعض الحروف تمام فانا في الحالة بتاعتي دي انا بدأت بحاجة بسيطة اللي انا بدور على دلة واحدة تمام طيب الدلة اللي انا عايزها ومحتاج المصار بتاعها كان اسمها sum subtract تمام واضح كلام كده طيب انا كده ايه عايز اجيبي المصار اللي كان موجود عندي ده تمام قال لي fun كده بتساوي كتب للمصار كامل بتاع الايه بتاع الفنكشن او اللي انا كنت احطت فيه الفنكشن بتاعتي تمام عشان بقى ابدأ احاول الملف ده لبي فايل اللي هكتبه بالزبط هكتبله بي كود للايه للمصار اللي كان موجود عندي اللي كان موجود فيه الفنكشن اولو بي كود of fun تمام وادوس انتر هنلاحظ اللي هو عمل الملف تاني اهو بنفس اسم الفنكشن some subtract بس بقى dot b الملف ده ما اقدرش اطلع على الكود اللي كان موجود فيه تمام لحول تضغط عليه double click عشان نشوف الكود اللي موجود فيه مافيش حاجة تتفاتح عندي طيب خلينا بقى نحزف الملف dot m ده تمام انا هحزفه خالص اهو عملت load let واللي موجود عندي بس الملف dot b واشوف هل الملف dot b ممكن يشتغل ويطلع علي اوبوت ولا مش هيشتغل تمام اطبق نفس الامر اللي انا نفسه ده تمام يعني خلينا نعمل c لc تمام نفس الامر هو بس خلينا غير نلقيت خليت دي مثلا ستين ودي خمسين مثلا يعني تمام انا بالنسبة للفنكشن اللي كان اسمها some subtract d dot m معديتش موجود انا معنديش غير الدلة ليه dot b هشوفها فعلا بتشتغل ولا بتشتغلش معي تمام كتبت الامر اهو ورجعت بقيمة الاي والبي وطلع لي الناتج سليم الاي عبارة عن مجموعة ستين والخمسين بمية وعشرة والبي هي عبارة عن طرح القمتين من بعض اللي هي كانت بتطلع بعشرة وفعاليا ان انت بتقدرش تفتح الكود او ما تقدرش تطلع على الكود هو الفنكشن شغالة لكن انت بتقدرش تشوف الكود بتاعه انت بتبعد data وبتستقبل data لكن ما تقدرش تطلع على الكود هنكتفي في الفيديو ده بالجزئية دي ولو الناس محتاجة اللي انا ابدأ اعمل امثلة تانية اللي احنا نطبق نفس الكلام على اكتر من function او على اكتر من حاجة ممكن تكتبولي في التعليقات وان شاء الله نحاول ننفذها في فيديوهات تانية ان شاء الله